استضافت غرفة جدة الأمين عبد الرحمن بن خالد بن مساعد رئيس اللجلة الاقتصادية ممثل نادي الإبل في المنظمة الدولية للإبل البحث الفرص الاستثمارية في قطاع الإبل بالتعاون مع الغرف السعودية أؤكد سموه أن نادي الإبل يترقب المستثمرين وتعاون الغرف السعودية للحفاظ على استدامة الإبل كتراث وهوية وطنية حيث يبرز قطاع الإبل أرقاما كبيرة من حجم الاستثمارات الوعدة من خلال مشروعات الإبل وما يكملها من مهرجانات وحركة سياحية وترفيهية